مطار البحرين الدولي مليون مسافر سنويا وجاءت الجائزة تقديرا لجهود مطار البحرين الدولي في مراعاة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية وتدعم مبادرة جائزة المطارات الخضراء التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات الممارسات البيئية الفضلة في ذات السياق قال السيد عبدالله جناحي الرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون التقنية إن شركة مطار البحرين ملتزمة بتشغيل مطار البحرين الدولي كمنشأة مراعية للبيئة وقد تم من خلال برنامج تحليث المطار إدخال تحسينات كثيرة على أساليب التشغيل التي تعتني بالجوانب البيئية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر